سمعتم سبب موته قبل قليل وقد كتب الله له أن يموت في جدة ويدفن في مكة ويصلى عليه في الحرم المكتي ولم يتيسر لنا مع المحاولة أن ندخل آنذاك لضيق الوقت أن ندخل إلى المملكة لأن اشتداد مرضه الذي انتهى بالوفاة كان متقاربا فكان نقل إلى ألمانيا وكان في ألمانيا لا يزال يتكلم بشيء من الطلاقة ولكنه بعد ذلك قرروا أنه لا تصلح له العملية فأرجعوه إلى المملكة وضرب بغيبوبة على مدى أربعة أيام توفي في أثنائها توفي وهو في غيبوبته لم يثق وحسب ما يذكره لنا الإخوة فقد حضر من العلماء الشيخ ربيع بن هادي ووصي الله عباسي وسعد البريت وصلى عليه الشيخ صالح بن حميد وكان معتنيا به غاية الاعتناء جزاه الله خيرا وغيرهم من العلماء الذين لا أعرف أسماءهم وحضر الصلاة عليه عدد كبير مع أن الصلاة عليه كانت في صلاة الفجر وذهب إلى المقبرة يعني أناس يعدون بالآلاف قدرهم بعض الحاضرين بنحو عشرة آلاف الذين كانوا في المقبرة فعلى كل حال هو رحمة الله عليه كان موضع محبة أهل السنة من العلماء وطلبة العلم والعوام وأما ما له من الزوجات فكان له ثلاثة زوجات توفيت واحدة منهم قبل ستة أشهر تقريبا أو أقل من ذلك وهي الكبرى وبقيت امرأتان يعني هن صغيرات وهن الآن في عدة هن نسأل الله أن يخلفهن بخير وأما البرية فليس له غير ابنتين فقط واحدة منهم بحمد الله طالبة علم مستفيدة ولها كتب الآن تباعث أحدها الشمائل المحمدية طبعة في منجلدين وهي طالبة علم مستفيدة وَلَهَا بَعْضَ الرَّسَائِلِ الْأُخْرَىٰهِ أحدها الشيخ وَلَهَا بَعْضَ الرَّسَائِلِ الْأُخْرَىٰهِ وَلَهَا بَعْضَ الرَّسَائِلِ الْأُخْرَىٰهِ وَلَهَا بَعْضَ الرَّسَائِلِ الْأُخْرَىٰهِ فَلَهَا بَعْضَ الرَّسَائِيمِ الْأُخْرَىٰهُ جاء مقدام صارت To the degree that someone was saved at the graveyard when they were barring him that the number was 10,000 and this shows shooting anything, the love that the people of each for愛 spelled with the sounds of Maximum for only one check رَحِمْهُ اللَّهِ رَحْمَةً وَعْفَالَّا عَقْرَىٰهِ he said ah a wrestlerı how many wives he had? And how many children? His wife's number three one was his oldest wife who passed away six months ago or less than that رَحِمْهُ اللَّهِ المترجم للقناة 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 He doesn't know any of them That if that exists at all And let's say it's Wadi al-Din Cindy But he said even though That could be verified or known From someone who might have some knowledge regarding that issue He doesn't know Regarding Abdul Rahman and Al-Mu'allemi Al-Yamani He said the Shaykh Rahimullah Of course you know does not meet him For he is younger And the Shaykh passed away before he met him Because the Shaykh Muqdar Rahimullah Was 72 years of age When he passed away But he said he was met more than likely By the likes of Shaykh al-Albani And Shaykh bin Baaz Who though they have passed away recently They were within their 90s And he said he was met more than likely يحويلها عن طريق السيارة هو اسمه كريم من أين أنت أتركي؟ من يافعه شمير شمير يقول أنه يمكنك تتحدثه بإمكانك سنوات المشاهد من التلاميذ المشاهد من الشيخ المقبل اليوم الفلاميذ المشهورين الشيخ المقبل اليوم من المشاهدين المشاهدين اليوم؟ الذين سمعتم أسماءهم وأوصى الرجوع إليهم في المشاورة هؤلاء يعتبرون من كبار تلاميذته وهناك من تلاميذته الجم الغفير الجم الغفير مثل الشيخ نعمان بن عبد الكريم الوتر الشيخ أبو حاتم الشيخ علي العروقي الشيخ عبد المصور السلام لا بأس ان شاء الله انت تذكرهم وهم يعرفون المشجل ان شاء الله الشيخ الشيخ محمد بن راجح الشيخ عادل بن منصور الشيخ أحمد الشيباني الشيخ جميل الصبري وعدد هائل في حضر موت وفي اليمن وخارج اليمن وفي مناطق كثيرة لا يتسع حصرهم لا يتسع حصرهم لا سيما وأكثر هؤلاء القائمون على المراكز في اليمن عامة الذين قلنا أكثر من ثلاثين مركزا يقوم عليها طلبة علم مستفيدون وبعضهم قد ألف بعض الكتب أو حقق بعض الكتب وبعضهم على جانب كبير من الوعظ والإرشاد والتعليم والحمد لله طلبة العلم كثيرون لا ينحصرون إلا أن الذين ذكرنا هم من ضعوص ومؤكدا أنني قد نسيت كثيرا أعني لا أستخذرهم الآن لذلك قال قال أن يتحدث بسهم أو مواصل على رجائح مواصل أو fiveا وأثناء وأن أرسفاء أن هناك عثمい مواصل بعض الأسفل بعمل لديك سنة تعرض بعمل لقاء لهم أن قرار أو بعض الأسفل وهم أنت آخرون بعض الأشخاص كمهما معلوم لأسفل بعمل لديك ولا مدا وعتمو بعض الأشخاص والمدل لأن كذلك مثل الشيخ أحمد بن عثمان في عذن الشيخ عبد العزيز الملقب بالدراوردي وشيخ عبد الرحمن الزهري وعبد الرحمن مرعي وعبد الله مرعي وياسر أبو عمار وشيخ صالح أبو همام وغيرهم وكل هؤلاء قائمون بالدعوة كل واحد في جهته ومحمد بن موسى في الحديدة إلى جانب الشيخ حمد بن عبد الوها ومحمد بن صالح النوبي قائم بمركز في المحويت وشيخ علي الفحل قائم بمركز في الحيمة وغير ذلك كثير ممن لا استطيع استحضارهم الآن سال يقول نحن نسمى كثيراً عن الكثير من الإخوات ترقوا وسيترقون المركز هناك في الجمن لأن الأحل الهزبية يشويشون عليهم هل هذا صحيح؟ وهل أنت تنسى بذحاب هناك الآن إلى جمن لطلب العلم؟ لا سبيل لأهل الهزبية على مركز الشيخ رحمة الله تعالى عليه فالقول بأن أهل الهزبية يشويشون على المركز كلام غير صحيح فالمركز قائم ومستمر على ما هو عليه وموجود فيه يمنيون وغير يمنيين هناك طلاب علم من بريطانيا ومن فرنسا ومن أمريكا ومن الصومال ومن غيرها من غير هذه البلدان مستمرون على ما هم عليه ولا نزال نوصي ونحث من أحب أن يذهب إلى طلب العلم فالمراكز مفتوحة بحمد الله وليذهب وسيجد بإذن الله عز وجل ما يسره فإذا كان الحزبيون يشويشون بهذه التشويشات ويكذبون بهذه الأكذبات ويأتم بهذه الدعايات فلا غرابة فلقد صلوا على الشيخ صلاة الميت عدة مرات وهو حي فداعنك ما لو قد مات ماذا سيفعلون there's no path or no means for the people of Hezbiya regarding the markaz of Shaykh Muqbil and making trouble and so on and so forth the markaz is established it's an established center it's still an established center of learning and it will continue to be so insha'Allah and there are brothers who are from Yemen and there are brothers who are students from Britain and students from France and students from America and students from Somalia and other places and the matter is continuing the matter is continuing and he said he still advises those who want to seek knowledge to go and learn for the centers are open and if he goes there he will see that which will make him happy and will please him insha'Allah he said so you shouldn't listen to the lies and to the statements made by those Hezbis for many times they prayed over the Shaykh and the Shaykh was still alive so what about how would they act after the Shaykh has in fact passed away if I wanted to go to Yemen with my family what can't you advise to go that would benefit me the most that would be benefited المركز الذي فيه أناس من غير العرب هو الذي أنصحك بالذهاب إلي حتى تجد من يعينك لبيان ما يشكل عليك وهذه المراكز التي فيها من غير العرب هي ثلاثة فيما أعلم مركز الشيخ ومركز الشيخ محمد الإمام ومركز الشيخ ابن حسن في مأرب هذه الثلاثة المراكز التي فيها من غير العرب يوجد لدينا في مركزنا أناس من جبوتي ومن الصومال فقط فمن كان من هؤلاء فيمكننا أن نستقبله أما إذا كان لا يجيد إلا اللغة الإنجليزية فما سيستطيع بالنسبة لمركزنا نحن في مفرق حبيش لعدم وجود من يترجم له ما أشكل عليه لكن هذه الثلاثة المراكز معبر ومأرب وصعدة فيها من غير العرب ممن يجيد شتى اللغات فيها الفرنسيون والبريطانيون والأمريكيون وغير ذلك فإذا أراد أن يذهب فإلى أحد هذه الثلاثة المراكز لكن لا يذهب بأهله حتى يتأكد من وجود المنزل الذي ينزله فيتصل بإخوة هناك يتعرف عليهم فيتفق معهم على أن يصل إليهم حتى يجد منزلا لأن عددا هائلا أكثر من ستمائة عائلة لا شك أنهم قد سيطروا على جميع المنازل المتوقع وجودها فحتى لا يصطدم ويصل بأهله إلى غير مقر فيتواصل مع إخوة له هناك بحيث يعدون له المكان إليهمين أن يذهب على الحصول ... أسهل تقبيب المنزل 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 الأربية إلى المنزل الممثال في أن يقول في пят Vice النزل الأربية أن ت inspiredهم أن يم arriving وية دعوتهم ومточمтесь hidden من المنزل المانزل المنزل 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 المف準ل these are the three camps that he would suggest based on the fact that there are in them those who speak English and the brothers may need some assistance and those individuals that are there will be able to assist them he said that his Marqas he has only individuals who are from Djibouti and Somalia so therefore he said those people from those two countries he will be able to accept but someone who comes there with just English language and doesn't know any Arabic and they don't have with them those who can translate for him he would not be able to help them in the regard but he said he should not take his family immediately or rather he should call the brothers there because there's over 600 families and there's no doubt that most of them have taken the spaces that are used for living the houses and whatever have taken most of them so he must make sure that there's a place for his family before he can actually go there so he says that they should be called and advice should be taken from them in that regard jana 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 استعملون الكلام للشيخ مقبل في كتابه المخرج من الفتنة ويقولون ان الشيخ مقبل كان معهم على دعوتهم يعني حال انت من ممكن ان تبين هذا الامر لنا فارق الافيك some of those who want to revolt against the rulers use some statements of شيخ مقبل in the book exit from fitna an argument that شيخ مقبل was with them upon their دعوة can you please give some clarity بامكان اي ممتدع ان يدعي ما يشاء ولكن الواقع يختلف عن ذلك فليرون الكلام الذي يدل على ان الشيخ مقبل يقول بقول جماعة التكفير او الذين يثيرون الفتن والقلاقل فما علمنا يوما واحدا ان الشيخ مقبل كان معهم ما علمنا ان الشيخ مقبل كان معهم يوما واحدا ولا في فتوى من الفتاوى التي يستطيعنا ان يفرحوا بها ولكن اذا كان هذا يقول كثير من اهل التكفير انا اقول كل المبتدعة يأتون بادلة كما يدعون من القرآن الكريم فما شأننا نحن نحن نقول استنباطكم هذا غير صحيح فاذا كانوا اتكأوا على كلام يستطيعون ان يحرفوا على ما يشاءون ولكن نحن الذين عاشرنا الشيخ وعرفنا ما كان عليه وإلى ماذا يدعو فهو ابعد الناس عن التكفير وهو الذي تناظر مع جماعة التكفير قبل عشرين سنة تقريبا في اليمن جماعة التكفير الذين في اليمن فناظر معهم قبل نحو عشرين سنة وهو الذي انكر على جماعة انصار السنة في السودان بان في اوساطهم جماعة تكفير من قبل اكثر من خمسة عشر عاما وكان في اوساطهم من جماعة التكفير فانكر عليهم فمن الذي ناظر هؤلاء التكفيريين غير الشيخ وقد ابان ماهم عليه وتكلم على دعوتهم الباطلة من اوقات بعيدة وهو الذي تكلم على جماعة الجهاد الذين ارادوا ان يقلقلوا الاوضاع في اليمن ويجد انقلابا وكان يحذر منهم ويبين ماهم عليهم من الانحراف حتى لقد قلت له يوما يا شيخ لما لا تدعو الكبار من هذه الجماعة وتنصحهم وتبين لهم الحق خير من هذا التشهير الذي تتكلم فيهم علنا فقال لي اين الاولى الحفاظ على سلامة شعب ام الحفاظ على سمعة شخص فسكت آنذاك مقتنعا بجوابه الشيخ عبدالله عزيز برعي حفظ الله says an innovator can claim whatever innovator wants to claim but he says الشيخ رحمه الله never from one moment of his life was he with the people of takfir nor the people of those who like to do revolutions and like to overthrow rulers and the like he was against those people of fitna and against their way he said he did not find that with the شيخ رحمه الله not one day of his life nor will they find any fatwa of the شيخ that would say that and you have to believe and understand that the people of innovation use whatever they can use why they use the words of Allah tabarak wa ta'ala and distort them as they want for their aims and objectives and what do we say regarding them that this yes this is a word from Allah this is from the Quran but you have corrupted it and taken it out taking it out of its context so if they can do that with the words of Allah then surely they can do it with the words of scholars and the like but we were the ones who lived with the شيخ مقبل رحمه الله we were the ones who knew his da'wah we were the ones who knew what he stood for and what he was against and we know that he was against the takfiris and against the people of revolution and that he was warning against this type of issue for at least 20 years even he warned Ansar al-Sunnah in Sudan and other places that were within their ranks 15 years ago that they were in their ranks those who were jihadis or those who were takfiris he said so this was not his way and when the jihadis came to Yemen and wanted to do revolution and wanted to overthrow the government and wanted to do these type of things he used to talk about them and talk about their deviation amongst the people and loudly the Sheikh Abdulaziz Borei Hafizullah says I used to advise the Sheikh once I said to him Sheikh rather than talk about these individuals loudly like this and in front of the people wouldn't it be better to call the leaders of this group and sit down with them and discuss with them the Sheikh said what is better the safety the safety of the residents or the people of Yemen or the reputation of those people so he said I then became silent aware that what the Sheikh said was truthful or what the Sheikh said rather was that's correct does the Sheikh have a link with Usama ibn Laden بل إن الشيخ له عنوان في أحد كتبه رأس الفتنة أسامة بن لادن بهذا اللفظ وبحمد الله جل وعلا أن أسامة بن لادن ليس في يده عالم من سنة وأن يستخدمهم في تنفيذ مشروعه المبتدع إلا أنهم لم يكونوا لقمة سائغة له فحاول جاهدا كما أخبرني بذلك الشيخ مقبل أن يستخرج من الشيخ فتوى خطية بكفر رئيس اليمن علي عبدالله صالح ولكن الشيخ لم يستجب له إلى ذلك ليس جبنا لا ولكنه لا يرى أن الرئيس كافرا وحاول الشيخ أبو الحسن المأربي في أسامة بن لادن أن يترك هذه الفكرة التي هو عليها وقال له إذا كنت تريد أن تنفع البلاد فهذه الأموال التي تبذلها هنا وهناك أقم بها مراكز وانشر بها مئتين أو ثلاث أو أربعمائة مركز في اليمن وأنفق عليها فلو كل واحد من طلبة العلم الذي يكون في هذه المراكز يأتي بخمسة من طلبة العلم لصار عندك عدد كبير فرفض أن يسلك هذا الأسلوب وأصر على ما هو عليه فنبذه أهل السنة ونبذوا أتباعه أيضا ولم يبالوا بهم والآن دعوة أسامة بن لادن ترتبط مع السروريين لا مع أهل السنة الشيخ مقبل رحمه الله has no connection whatsoever with Osama bin Laden as a matter of fact الشيخ مقبل رحمه الله has a title in one of his books that the head of all the fitna or the head of the fitna is Osama bin Laden with this title he said but many times Osama bin Laden tried to get الشيخ مقبل and tried to get other scholars from the sunnah to be with him and to have a connection with him so he could use them to spread his innovation but the مشاك were not someone or some individuals to be taken in this manner for instance he tried to get الشيخ مقبل رحمه الله to give a fatwa regarding the leader of Yemen Abdullah Ali Abdullah Salih and to declare him as a kafir الشيخ مقبل رحمه الله rejected that totally and did not do so not out of cowardness but out of the fact that he does not believe the man to be a kafir also الشيخ أبو الحسن المعربي رحمه الله tried to talk to Osama bin Laden and to get him to leave the way that he was upon saying to him all this wealth that you're spreading throughout the world were you to just take it and maybe build a hundred or two hundred centers in Yemen with various students there and if only five from each of these centers of these students stayed up on that which is upright this would be a great amount but Osama bin Laden rejected the whole ideal of that and stayed up on the manner of innovation that he is up on so Rahul Sunnah rejected him and the scholars Rahul Sunnah rejected him and they don't pay any attention to him or his followers those who are connected to Osama bin Laden are the sururis they are not the people they are not the people of the Sunnah and the Na'at the Salatis and can you tell me about the stance of the Sheikh regarding جهيمان جهيمان بن سيف العتيبي كان طالبا من طلاب الشيخ ولكن يوم أن اتخذ تلك الفكرة التي سلكها وهو أن فيهم رجل يقال له محمد بن عبد الله القحطاني وأنه هو المهدي خالفه في ذلك الشيخ مقبل والشيخ بن باز والشيخ الألباني وأنكروا عليهم هذا ولم يقرهم إلى ذلك ثم حدثت الفتنة بأن دخلوا إلى الحرم بعد خروج الشيخ مقبل إلى اليمن بعام فقد كان خروج الشيخ مقبل إلى اليمن في عام 1399 هجرية وكان دخولهم إلى الحرم في واحد واحد 1400 وتكلم الشيخ عن هذه القضية في كتاب المخرج من الفتنة وسمعته غير مرة وهو يقول بأنهم قتلوا النفس المحرمة وخوفوا في البلد العام وخرجوا على الحاكم المسلم ومع ذلك فهو يرى أن فيهم خير وأنهم شباب صالحون غرر بهم من قبل بعض الذين دخلوا في أوساطهم ولكن هكذا شأن الذين يسحبون أيديهم من عيد العلماء لابد أن تزل أقدامهم وأن يصلوا إلى ما وصلوا إليه مهما يكن الشيخ مقبل من أبعد الناس عن هذه القضية التي أحدثوها من الدخول المسلح إلى جوار بيت الله الحرام وإحداث ما حدث ومن أراد الإكثار أو التوسع في هذا فليرجع إلى الأسئلة والأجوبة من كتاب المخرج من الفترة الشيخ والأسئلة وليسا إليه الإكثار هذا حال وليسا ولا هذه heavily المترجم للقناة وهناك بعض الرسائل ألفت من قبل جهيمان وبعض أصحابه فبعضها يكتب عليها جهيمان وبعضها يكتب عليها محمد بن عبد الله القحطاني وبعضها يكتب عليها ألفه أحد طلبة العلم وكانت سبع رسائل واتهم الشيخ آنذاك بأنه هو الذي يؤلف لهم هذه الرسائل فكان يبرئ نفسه وقال لهم اقرأوا علي منها فقرأوا عليه فإذا هي فيها لحن يعني أخطاء في اللغة العربية فقال لهم هذا ليس كلامي أنا أرفع من هذا أنا لا ألعن نعم ومع ذلك كان جهيمان يفعل بعض المشاغبة ثم يفر ثم يأخذون الشيخ مقبل لنفس التهمة أنه هو الذي أثاره أو أنه هو الذي ألف الرسائل أو أنه هو الذي نشرها وهو يبرئ نفسه من ذلك كان نهايتها أن رحل إلى اليمن وبقي في اليمن ممنوعا من الدخول إلى المملكة حتى للحجة والعمرة وإن كان قد ظهر الحكومة السعودية بعد ذلك براءته من هذه الأشياء وأرسل إليه أنه إذا أحب أن يدخل إلى المملكة فليدخل ولكنه شاء الله أن يكون دخوله في آخر عمره مهما يكون تلك الرسائل هي التي أوجدت شوشرة على الشيخ هناك والذي ألفها غيره ولم يؤلف منها شيئا إذا أرى تلك أحدث various عرقلات أو بقلات that are written by Juhiman some of them had Juhiman's name on it some of them had Muhammad Abdullah Kahtani and some of them had written by a student of knowledge many times it was indicated that these were written by Shaikh Mubil the number 7 and some would say this where the Shaikh Rahimullah will always say that he was innocent of this and he had one of them read up on him and he had mistakes in the Arabic language He said I'm above this type of mistake in the Arabic language I do not make these type of mistakes So he was saying that he was innocent of this matter And he said from time to time Juhima himself would do certain things And then pass it on or blame the shaykh regarding it Or if he was in a difficult situation Say that the shaykh in fact wrote this or whatever Until such time that the shaykh رحم الله left for Yemen And he was prevented because of those in authority in Saudia Thinking he had some connection to these books that were written Preventing him from making Hajar Umrah Until they were aware of his innocence of this later on And granted him permission to make Hajar Umrah Which took place of course at the end of his life So these rasail were an issue of problems And they were something that was falsely connected to the shaykh رحم الله So these rasail were an issue that was falsely connected to the shaykh So these rasail were an issue that was falsely connected to the shaykh Regarding his book He said he personally doesn't know of anything that the shaykh bin baza said regarding this Not in a negative way nor a positive way And Allah knows the best And Allah knows the best So he doesn't know anything about this and Abu Talha is present You can go and ask him did he meet the shaykh And what the shaykh said about him He said in the virtues of shaykh And they're sticking to sunnah and so on and so forth It's not waiting for someone to give them reference Or waiting for someone to say that they're good But if they're not known for anyone from Ahl al-Sunnah Then they're known by Allah tabarak wa ta'ala How was the situation about shaykh with the call of Zandani? So what's up and so on The shaykh bin jaykh bin a was written? liness From the shaykh bin bin, you know, shaykh bin aja With this it can track him To bring aiel, although shaykh bin, all about shaykh bin JИik bin chaykh bin, and then took him Who thinkvil came in the shaykh bin And a shaykh bin baza' became paramño And played a And what was said all gun مره جرحا مفسرا لتناقضه لتلونه وكان من جملة ما تكلم عليه الشيخ انه سألته احدى المجلات قائلة للشيخ الزنداني هل تقر الديمقراطية قال نعم انا وعلماء اليمن فانكر عليه الشيخ غاية الانكار فمن هم علماء اليمن الذين يتعا اذنوا للزنداني ان يتكلم باسمهم والعجب ان الزنداني مرت له فترة وهو يقول من اين جاءونا بالديمقراطية لا تتلأم مع اللغة العربية ماذا نقول دمقرطة يعني لا وجود لها في التصاريخ هذا كلام الزنداني ومرت عليه فترة وهو يقول كل حزب معارض يرفض ما جاءت به الدولة حقا او باطلا وكل حزب حاكم يقبل ما جاءت به الدولة حقا او باطلا وقد مر التجمع بان كان حزبا حاكما ثم حزبا معارضا فمعناه انه قد مر بهذه الاطوار التي ذكرها الزنداني وقال ايضا اي بلد فيها تعددية حزبية فان كل حزب لا بد ان يكون مادا يده لدولة خارج البلاد والان وقد صار لهم حزب فالى اين امتدت ايديهم على كل حال كان الشيخ مقبل له كلام كثير على تناقضاته على تناقضات الزنداني وعلى فتاويه الجائرة المخالفة للكتاب والسنة وكان اخرها او من اواخرها على كثرتها انه دعا الى مجلس شيخات اليمن امريكا فعلت مجلس الشيوخ وهو يفعل مجلس الشيخات ويريد ان يكون برلمانا نسويا ودعا اليه في كتاب المرأة وحقوق السياسية في الاسلام وفي اسرطه وفي مجلة الاسرة التي تصدر في السعودية وهناك كتاب لنا بعنوان التعليق على شريطي الحزبية لعبد المجلس زنداني وهو ضمن سلسلة سلسلة نقض التلبيس وهذا يعتبر الجزء الاول منها ولو تصدى احد لتناقضاته لذكر شيئا كثيرا فعلى كل حال بعد ما بين الشيخ مقبل والزنداني بعد شاسع ومسافة كبيرة فهم في تنائي هذا في الاخوال المسلمين وهذا في اهل السنة الشيخ مقبل رحمه الله has done detailed جرح detailed criticism جرح و تفصيل regarding this man and spoke about him on many occasions and amongst the reasons he spoke about him is that there was a magazine and an interview done and it was on in which he said he was asked about democracy and whether he agreed with it he said yes I am the scholars of Yemen so شيخ مقبل رحمه الله responded to him saying who is he to talk upon the tongues of the ulama of Yemen and also he said that there was a time to show you the changing of Zaidani and his contradictions Zandani and his contradictions that there was a time where he said what is this democracy that has interponished you can't even pronounce it in Arabic also he used to talk about Hezbiya and how it was a bad thing and he fell into that also he was talking about the numbers of different groups that it is an indication that they have somebody working with them or working on them from outside and then later on after he got a name or the people turned to him he started calling also to the same groups and it is a matter of contradiction and so on and so forth he also is now calling for a parliament of women that the women should have some position in a house of women and he said he has this in a book of his called women and their political rights and whatever and it has been published in Usra magazine family magazine also the sheikh has a book out regarding Zandani and his mistakes called a response to two tapes of Hezbiya and he said this is considered criticism and removing deception and this is considered the first volume of it for those who are able to get a copy of it and were we to talk about the contradictions and the mistakes of Zandani then we will go in a great length and detail the question was regarding that he heard on the tape the sheikh called a howling or a barking dog or whatever and this is just correct for a scholar to call an individual innovator or whatever by this type of name to say it like this قد مثل الله عزوجل العالم الذي لا يعمل بعلمه بالكلب قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تترك يلهس ومثله بالحمار فقال كمثل الحمار مثل الذين يحمل التوراة ثم لم يحملها كمثل الحمار يحمل أسفار والأسفار الكتب حمار محمل كتبا ما استفاد منها هذا برك الله فيكم من حيث السبق أن الشيخ مسبوق إلى هذا بقي تطبيق ذلك على القرضاوي سأذكر شيئا وأنت الحكم كان القرضاوي يتكلم على انتخابات إسرائيل فقال إن ما أذكر ما اسمه فاز في الانتخابات الإسرائيلية مع أن حزبه ضعيف وأخذ النتيجة بتسعة وتسعين وتسعة وتسعين في المئة أربع تسعات أو خمت تسعات قال لما لا تكون دولنا بهذا الإنصاف الذي عليه إسرائيل نتمنى أن تكون حكوماتنا على هذا الإنصاف الذي عليه إسرائيل قال هذه النتيجة التي خرج بها هذا الرجل اليهودي لو عرض الله نفسه على خلقه ما وجد هذه النتيجة هذه الجملة إذا كان الشيخ مقبل قال عنه بأنه كلب عاوي فالشيخ ابن عثيمين قال مرتد يجب على حكام المسلمين أن يقتلوه ففرق بين الكلمتين أيهما أشد لديك على ذلك حوله بأن العداوة بين المسلمين واليهود والقتال بينهم من عجل الوطن لا من عجل العقيدة وحبه الكبير لليهود والنصارى ورفعه لمستوى الحضارة العصرية لدى اليهود والنصارى وانبهاره بهم وراجع لذلك كتاب أخينا أحمد محمد منصور المذكور آنفا رفع اللثام في كيد القرضاوي لدي الإسلام أو بهذا المعنى ماذا في أخطاء القرضاوي لا لا في كلمة الإسلام ها المهم المهم نعم يعني he says that regarding شاك مقبل رحيم الله he has been preceded in this usage of the term dog الله تعالى in the Quran الله says about the person who doesn't act upon his knowledge that he's like a dog if you give them what he wants he will stick out his tongue and if you leave him he will stick out his tongue or something to this effect also الله compared them to donkeys those who don't benefit from knowledge like a donkey that carry books donkey carrying books not benefiting from dog in the first verse and donkey in the next so this is just to let you know that the Shaykh was preceding this matter from verses in Quran but he said I will mention to you a statement that Qardawi said and you be the judge he said regarding the elections that took place in what is now known as so called Israel occupied Palestine that they had elections and that this Jew won by a large percentage and Qardawi starts talking about the objectivity of the Jews and we had this type of thing in our governments that elections was done and this even though he had a weak party behind him he was able to get this great percentage 99% of whatever voted for him or whatever he said he said if Allah himself presented himself to creation he would not get that so he said I'll let you judge upon that he said in this regard Sheikh Muqbil called him a howling or barking or hounding dog but Ibn Ufayman said he was a murtad apostate and that the ruler should kill him so which one is stronger the first one or the second this along with the statement of and the Christians is not one of a belief but based upon land and so on so forth this along with his belief that the Jews and the Christians and his love of them and his friendship with them and his raising their civilization up to such a high level as if it is within outside the limits of imagination and other things of this nature and he said he refers you to the book of the brother that he mentioned earlier and the brothers were trying to get the exact title of the book or whatever but the book is available in Allah so there might be some other questions but we will stop at this time and I'll praise to Allah Lord of our creation I don't know I don't know I don't know know I don't know what in the world